السلام عليكم حبابي طلابي وطالباتي طلاب الثالث متوسط طلاب اليوتيوب الابطال ان شاء الله يا ربكم تكونوا بالف خير وصحة وعافية رجعنا وياكم محاضرة تانية من سسلة محاضرات الفصل الثالث هي محاضرتنا الاخيرة الفصل الثالث قلنا محاضرتين نسوي فقط المحاضرة اللي اللي بعثي راح نحل الأسئلة الفصل الخاصة به مثل ما عودتكم بعد نهاية كل فصل نحل أسئلة الفصل الخاصة به اللي يجب يشوفني اول مرة اشترك بالقناة ويفعل الجرس حتى يوصل لكم ما هو جديد لانا نهاية السنة مثل كل سنة ناوي اكمن المنهج كليته بكل تفاصيله بحلول أسئلة الفصل الخاصة به وبنهاية السنة الدراسية ان شاء الله راح نسوي مراجعة مركزة قوية كذلك نضم الى قناة التليجرام معرفة القناة ظهر اسفل الشاشة مثل ما واضح يمك ورح اعيف لك رابط القناة في صندوق الوصف ورح اعيف لك ايضا في صندوق الوصف قائمة تشغيل تمياء الثالث متوسط تصوير ٢٢٥ نضم الى هذه القائمة ورح تجداني شارح الفصل الاول وحال اسفل الفصل مرته والفصل الثاني وحال اسفل الفصل مرته وهس الفصل الثالث راح نكمن به هذه المحاضرة اللي هي محاضرة الاخيرة قلنا محاضرتين الفصل الثالث راح نحضع اسفل الفصل الخاصة به نقول يا الله ونبلش وصلنا الى استعمالات الالم اليوم استعمالات الالم اليوم سبع نقاط استعمالات الالم اليوم وزاري هذا انت تحفظ لي جيد احفظ لي خمسة من اعتم خمسة وشايب الوزاري جاي قال انهم اريد ثلاث نقاط انت تحفظ لخمسة حتى ثمين توقع عندك سبع خاف تنساهم يعني اول شي الالم اليوم يستعمل في صناعة الاسلاك الكهربائي حتى انه يساوي ضعف توصيل النحاص استعمال في صناعة الاسلاك الكهربائي ليش من انه اكثر توصيل الكهربائي من النحاص ضعف ثانيا تصلع منه صفائح رقيقة لتغليف الاطعمة والادوية والسكار والاستعمالات المنزلية الاخرى لان الالم اليوم ما يتفعل قلناه تصلع منه القناة المعدنية المتنوعة الاحجام رابعا تصلع منه صفائك الخفيفة المعروفة بالفافون فافون تسألوا اهاليتكم على فافون ما يعرفونه الاواني والقدور والملائق والصفائح والكراسي وغيرها تصنع من من الالم اليوم حامسا يستعمل في عمل مرايا التليسكوب الكبيرة سادسا تستعمل سبائكه في هياكل الطائرات والقطارات الخفيفة وهياكل الأبنية الضخمة وبعضها من زاد السيارات قلنا الالم اليوم هو خفيف ولذلك وان يستعمل في صناعة هياكل الطائرات الطائرات حتى تطير تحتاجها تتاجلها وزن خفيف سابعا تصنع من سبائكه قناني لحفظ السوائل بدرجة حرارة منخفضة جدا مثل سوائل الأوكسجين والأراغون والنيتروجين علم تصنع الأسلاك الكهربائي من الالميوم ضمن نطاق محدود بيش لأن الالميوم أكثر تمددا أو تقلصا بنسبة تجد تسعة وثلاثين بالمئة من النحاس لنفس المدى الحرارة علم تصنع من سبائك الالميوم قناني لحفظ السوائل بدرجة حرارة منخفضة جدا مثل سوائل الأوكسجين والأراغون والنيتروجين بسبب ان قوة الالميوم تزداد شون تزداد قوة الالميوم كلما انخفضت درجة الحرارة عن السوبر سيليزي وصلنا هسا الى موضوع جدا مهم سبائك الالميوم ركزت عليه اترجاك اترجاك تركزت على هذا الموضوع موضوع كلش مهم سبائك الالميوم من الاسئلة اللي دامة تتكارل بالوزع عليك دعني ورقة يمك وكتب بيدك سبائك الالميوم اللي راح اشرحه اكتبه اللي مكتوب هنا اكتبه حتى يبقى ببالك انطبع ببالك زيان سبائك الالميوم سبائك الالميوم سبائك الالميوم عندي اثنين هنه سبيك تيه السبيكة الاولى اللي هي سبيكة الديور الالميوم سبيكة الديور الالميوم وعندي السبيكة الثانية اللي هي سبيكة الديور الالميوم إذن عندي اثنين يعني نجي على واحدة واحدة سبيكة الديورولومين ما يقول لبعضه تتكون من نسبة عالية من الألمنيوم ونسبة قليلة من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتوى على المنغنيس وتمتاز بخفتها وصلابتها وتمتاز ببناء بعض أجزاء الطعرات سبيكة الديورولومين تتكون تتكون من نسبة عالية من الألمنيوم ونسبة قليلة من كل من النحاس بعد والمغنيسيوم بعد وقد تحتوي على المنغنيس وقد تحتوي على المنغنيس قل لا بابا الديورولومين تتكون من نسبة عالية من الألمنيوم بابا الألمنيوم نسبته عالية الألمنيوم نسبته عالية هذا الألمنيوم النسبة مالته عالية قل لا غيرك اللون مالته أضطيه أزرق ونسبة قليلة من النسبة القليلة ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتوي على المنغنيس بينما سبيكة البرونز الألمنيوم ما تتكون؟ تتكون من نسبة قليلة قليلة من الألمنيوم هذه نسبة عالية من الألمنيوم هاي نسبة قليلة من الألمنيوم ونسبة عالية ونسبة عالية من النحاس من النحاس وأحيانا فرزات أخرى وأحيانا فرزات أخرى تتكون من نسبة قليلة من الألمنيوم تتكون من نسبة قليلة من الألمنيوم ونسبة عالية من النحاس وحيانا فرزات أخرى إذن عندي سباء أكل الألمنيوم سبيكتها أولا سبيكة الديور الألميوم وسبيكة برونز الألميوم سبيكة الديور الألميوم تتكون من نسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتها على المغنيسيوم سبيكة الديور الألميوم سبيكة برونز الألميوم تتكون من نسبة قليلة من الألميوم ونسبة عالية من النحاس وأحيانا فرزات أخرى مهنا كملنا؟ لا تكمله نجي على وحدة 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 اش تمتاز؟ اش تمتاز؟ خلا ودين هنا ما أقع؟ أهه مزيلا نعطي ننزله هنا أكيد؟ لا هذه الميم الجوية يلا مزيلا مميزاتها اش تمتاز؟ خلني اجعله واحدة واحدة تمتاز سبيكة الليروالومين تمتاز بمن بخفتها وصلابتها تمتاز بخفتها وصلابتها زيان هاي شنو تمتاز سبيكة برونز الألميوم تمتاز او خواصها تمتاز او خواصها انها تقاوم شو تقاوم التأكل التأكل ويتغير ويتغير لونها بتغير ويتغير لونها بتغير نسب مكوناتها ويتغير لونها بتغير نسب مكوناتها حيث يتدرج اللون حيث يتدرج درج حيث يتدرج من لون النحاس الى لون الذهب ابدأ سبيكة الليروالومين تتكون من نسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتوى على المنغنيس تمتاز تمتاز بخفتها وصلابتها هاي سبيكة برونز الألميوم تتكون من نسبة قليلة من الألميوم ونسبة عالية من النحاس واحيانا في الزات اخرى خواصها انها تقاوم التأكل ويتغير لونها بتغير نسب مكوناتها حيث يتدرج من لونها النحاس الى اللون الذهبي استعمالات سنخنج على واحدة واحدة سبيكة الديورالومين وين تستعمل مدام هي خفيفة وقوية تم تستعمل في بناء بعض اجزاء الطائرات سبيكة الديورالومين وين تستعمل في صناعة ادوات الزينة سبيكة الديورالومين وين تستعمل في صناعة بعض ادوات الزينة سبيكة الديورالومين وين تتكون من نسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والماغنيسيوم مدام خفيفة وقوية تستعمل في بناء بعض الزينة الطائرات سبيكة الديورالومين وتتكون من النسبة قليلة من الألميوم ونسبة عالية من كل من النحاس وحيانا الفلزات اخرى من خواصة انها تقاوم التأكل ويتغير لونها بتغير نسب مكوناتها حيث يتدرج من لون النحاس الى لون الذهب وإلى لون الفضة لذلك يستعمل في صناعة عشنو ادوات الزينة اذا اقول لك قارن بين سبيكة الديورالومين وسبيكة البرونز الألميوم هذا السؤال الوزاري وين موجود؟ موجود بأستة فاصل خلط على الكياه خلط على الألف أستة فاصل هاي بابا او لا والله اسموه بأستة فاصل موجود هنا ايه قارن بين سباكل الألميوم من حيث نسب مكوناتها ومميزاتها واستعمالها سبيكة الديورالومين تتكون النسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم مقتحته وعلى من غنيسة تتكون النسبة قليلة من الألميوم ونسبة عالية من النحاس صباحيان الفلزات اخرى هاي تمتاز بخفتها وصلابتها هاي تمتاز بأنها تقوم التأكل وتغير لونها وتغير لون نسب مكوناتها هل تستعمل في بعض أجزاء الطارات؟ هاي يستعمل في صناعة أدوات الزينية هاي طلاب؟ بسي شوف هنا هذا السؤال الوزاري هل تسمو حفظتهم؟ وعرفت المقارنة؟ هذان البقية راح التعالي راح تجاوفهم ليش؟ لأن التعاليم مأخوذ من المقارنة والتعاري اذكر مكونات ومميزات واستعمالها سبيكة الديورالومين اللي هي الوحدة الأولى تتكون النسبة عالية من الألميوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتروا على الممغنيس مميزاتها تبتاز بخفتها وصلعبتها استعمالاتها تستعمل في صناعة بعض أجزاء الطارات اذكر مكونات ومميزات واستعمالات سبيكة برونز الألميوم هذا هو زاري تتكون من نسبة قليلة من الألميوم ونسبة عالية من النحاس وأحيانا في الزات أخرى ما نبتاز؟ تبتاز بأنها تقاوم التعاكل وتغير لونها وتغير نسب مكوناتها استعمالاتها يستفاد منه في صناعة أدوات الزينة تستعمل سبيكة الديور الألميوم في صناعة بعض أجزاء الطائرات ماذا؟ نقلنا ما خفيفة بسبب خفتها وصلعبتها تستعمل سبيكة برونز الألميوم في صناعة دوات الزينة لأنها تقام التعاكل وتتعاكل وتغير لونها وتغير نسب مكوناتها تستعمل سبيكة الديور الألميوم تستعمل سبيكة الديور الألميوم أدي ثلاث مركبات من مركبات الألميوم المركب الأول اللي هو يسمونه هيدروكسيد الألميوم هيدروكسيد الألميوم هيدروكسيد الألميوم هيدروكسيد الألميوم هيدروكسيد الألميوم هيدروكسيد الألميوم الصيغة مالتها هي A-L-O-H-B-I-3 مالتها هي لماذا صارت بآي ثري؟ المركب ماتي هو A-L-O-H ال-A-L موجب التعاكل وال-O-H السانب واحد بريقة المقص ال-A-L يأخذ شحنة الـ OH بدون إشارة و الـ OH تأخذ شحنة الألمنيوم اللي هي إثلافة صار الشنوه OH باي ثري طبعا هنا هيدروكسيدي الألمنيوم أنا كاتبه نيوم هيدروكسيدي هذا غلط اللي هي صيغة مالتها قلني AL OH باي ثري المركب الثاني المركب الثاني اللي هو أوكسيد الألمنيوم والصيغة مالتها AL 2 O 3 AL 2 O 3 والمركب الثالث اللي هو والشب والصيغة مالتها K AL SO 4 P2 12 12 H2 O هاي صيغة الشب هاي صيغة الشب هاي صيغة ماشي بس المهمة من عدسن هي الشب مهمة أصلاً مكررة وزارية دائماً نكررها وزارية وتكاد أن تكون من الفقابة الوزارية يا نيجي على واحد واحد مركبات مركبات الألمنيوم قلنا أول واحد هيدروكسيد الألمنيوم اشرح طريقة تحضير هيدروكسيد الألمنيوم مع كتابة معادة كيميائية موزنة الشون يحضر هيدروكسيد الألمنيوم يحضر من تفاعل المحلول المائي لأحد أملاح الألمنيوم مثل تفاعل محلول كبريتات الألمنيوم صيغة مالة AL2SO4B3 مع هيدروكسيد الصوديوم NAOH أو البوتاسيوم كما في المعادلة إذا الأول شون أحضره باوي أول واحد هدي هذا أنزه يلا الأول يحضر هذا هيدروكسيد الألمنيوم من تفاعل منه تفاعل أحد أملاح الألمنيوم أحد أملاح الألمنيوم مثل كبريتات الألمنيوم الصيغة مالتها هي AL SO4B3 زايدا تفاعل أملاح الألم وهي هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم بالكتاب أخذ لك هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NAOH شيطي شيطي باوي 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 هذا ال-AR هو موجب وهذا موجب وال-OH سالب وهذا سالب ما قلنا؟ قلنا الموجب يأخذ السالب إذن هذا ال-AR سيأخذ السالب ال-OH إذن سيتكون ال-AR لا سيتكون ال-AR استغفر الله سيتكون ال-AR أو-H بس إحنا جلنا شنو؟ ال-AR شنو؟ وال-OH طريقة المقص AL أو-H باي ثري زايدا شبه قالي؟ ال-AR تاخذ SO4 شي تكون لي؟ يتكون لي؟ خلي أزحفه هنا الآن طيب قالي مجال الزاحفه وظهره يلا ال-AR تاخذ ال-S أو سيصر NA SO4 زيان هيتك صح؟ خلينا جي نشوف ونكتب خليكتبك يا عينانة NA SO4 سيصر شحنته موجب واحد وال-SO4 شحنته شنو؟ ناقص اثنيا طريقة المقص سيصر عندي NA ياخذ شحنة SO4 هي جد؟ اثنيا بدون إشارة NA2 وال-SO4 تاخذ شحنة NA هي موجب اذا تبقى NA2SO4 اذا NA2SO4 ناقص NA2SO4 زيان بقت الموازنة هل المعادلة موزونة؟ اكيد لا اكيد الجواب لا زيان ناقص هل المعادلة موزونة؟ هل المعادلة موزونة؟ هل المعادلة موزونة؟ ناقص حتى توازنها ما تفعل؟ بعض حتى توازنها لازم تضرب NAOH في 6 تضربها في 6 زيان من ضربتها في 6 من ضربت ال NAOH في 6 هنا NA6 حتى توازنها لازم تضرب هذا في 3 من ضربته هذا في ستة الأو إيج صار ستة هنا جئت عندي ثلاثة حتى توازنت وروا فيه ثنين الأي أل هنا صار عندي ثنين هنا الأي أل جئت عندي هنا طبعا الأي أل 2 هنا عفوا الأي أل 2 أل 2 أل 2 أل 2 أل 2 الأول أل 2 أل 2 أل 2 أل 3 So4 أل 2 أل 2 أل 2 أفاعل أملاح الألميوم اللي هي AL2SO4 AL2SO4 ويامن ويال NAOH أوكي زيان هذا موجب هذا موجب هذا سارب الموجب يتفعل ويا السارب وهذا موجب ويا السارب إذن رحشي كوني AL ويا الأوه كوني AL OH باي 3 اللي هو هيدروكسيد الألميوم زائد الـ NA ويا الأس أو 4 شطيني NA قلنا 2 أس أو 4 بقيت الموازنة حتى توازنها شلون بعض تضرب NAOH P3 من ضربتها P3 NA هنانا جيت أعطهم تضربها P6 تضربها P6 أوكي تضرب NAOH P6 من ضربت NA صار جيت 6 هنا جيت عندك P3 حتى توازنها P3 بقيت الموازن هنا جيت عندك 1 ثمية بقيت الموازن ثمية بقيت الموازن بقيت الموازن ما هو من ضربت الـ 6 أو مادة جلاتينية بيضاء لا تضربت الماء نجي على أوكسيد الألميوم أوكسيد الألميوم أوكسيد الألميوم اللي هو AL2O3 أشرح طريقة تحضير أوكسيد الألميوم مع كتابة المعادلة شون يحضر؟ يحضر من التسخين الشديد المالهيدروكسيد الألميوم الأول واحد هيدروكسيد الألميوم اللي هو ALOHP3 أسخنه راح يطيني يطيني أوكسيد الألميوم زاعد ماء كما في المعادلة طبعا هالمعادلة دام نكررها وزارها ضع يحضر من التسخين الشديد المن للهيدروكسيد الألميوم تسخين الشديد تخلي على السهم مثلث يعني تسليم يطيني أوكسيد الألميوم اللي هو AL2O3 زاعدا ما H2O بقيت الموازنة هنا الألميوم يجد واحد هنا الألميوم يجد اثنين حتى توازنها يجب أن تضرب هذا في اثنين مضربته في اثنين الOH هو ثلاثة صار يجد ستة يعني الستة هيدروكسيد والستة اوكسيجين هنا الأوكسيجين يجد ثلاثة وهنا الأوكسيجين واحد صارا أربعة حتى سويها ستة حتى سويها ستة تضرب H2O في ثلاثة من ضربته في ثلاثة الهيدروكسيجين صار اثنين في ثلاثة ستة وهنا ستة إذن توازنت يحضر يحضر من التسخين الشديد لهيدروكسيد الألمنيوم في الطيني AL203-Z3H2 ما هي استعمالات أوكسيد الألمنيوم غير النقي مادة صالدة تستعمل في سقن المعادن وتلميعها يدخل في تركيب الأحجار الكريمة عندما يكون مخلوطاً مع بعض المعادن التي تعتبر مطراً طراقاً والواناً جميلة نأتي عن المركب الأخير اللي هو الشب مهم مهم طلاب الشب كل ش مهم أروح لك في دور ليس ليس تركز وياي وتضبط وياي بس هاي المحاضرة انت شنعش عندك أمشي الشب اللي راح نشرحه صباك لانيوم أترجعك ونضبطها يعني الشب ما المقصود بالشب وما صيغته العامة الشب ملح مزوج من كبريتات الألميوم وكبريتات البوتاسيوم وجزئات ماء تبلور بنسبة كتلية ثابتة وصيغته KALSO4 باي 2 أفعش أشته أو يسمى أيضاً شب البوتاس باو الشب الشب شنو تعريفه كبريتات 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 الألميوم وكبريتات البوتاسيوم وكبريتات كبريتات الألميوم وكبريتات البوتاسيوم وجزئات كبريتات ماء التبلور التبلور بنسبة كتلية ثابتة وصيغته 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 العامة هي الصيغة مال الشب الشب بابا ملح مزدوج مين يعني مزدوج من ثمين كبريتات الألميوم وكبريتات البوتاسيوم يعني ألميوم وبوتاسيوم ألميوم هذا وبوتاسيوم كي ماذا أقول كبريتات وحدة الكبريتات للألميوم وحدة كبريتات البوتاسيوم الكبريتات هي SO4 مدام ثمين أبرا واحدة ثمين ليشتين وحدة إنمن للألميوم وحدة إنمن البوتاسيوم وجزئات ماء التبلور يعني H2O ماذا كم جزئة؟ 12 H2O ويسمى أيضا شي يسمونه طلاب ويسمى أيضا ويسمى أيضا بشب البوتاس البوتاس شي يسمونه شب البوتاس يعني إذا أقول لك عرف شب البوتاس هو نفسه فعريف الشب إذن الشب ملح مزدوج من كبريتات الألميوم وكبريتات البوتاسيوم وجزئات ماء تبلور وبنسب كتلية ثابتة وصيغته هو K-A-L-S-O-4-12-H2O ويسمى أيضا بشب البوتاس استعمالات الشب عدد استخدامات الشب وزارة هذا فيه تعقيم الجروح الخفيفة لطبيط الادروكسيد الالينيوم على الجرح حيث يوقف سيلان الدن فيك يا خطا فقالنا اخر موضوع اللي هو الكشف عن ايون الالينيوم في محاليه ونحتم هذا الفصل بليس بليس الكشف عن ايون الالينيوم مهم بليس تنتبه وياي بليس تكتبه بالدفتر بليس تركز عليه ليشت نين مكرر وزاري كل سنة يجيبون الكشف الكشف عليه 10 درجات في الوزاري تمال هالسنة يجيب لك الكشف عن ايون الالينيوم كيف يتم الكشف عن ايون الالينيوم في محالي مرحباتها هالسنة يجيب لك الكشف عن ايون الالينيوم قلاب انا اكشف عن ايون الالينيوم هذا الانصر ايون الالينيوم الالينيوم موجب 3 أعلم اتخدد ما اكشف تعالوا يتم الكشف واسطه محلول قاعده يعني حتى اكشف عن ايون الالينيوم استخدم محلول قاعدي مثل محلول قاعدي مثل NaOH مثل هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH او هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو KOH حيث تتفاعل هذه المادة ويما تتفاعل اكيد ويه ايون الاليميوم اللي داتشف عليه مع ايون الاليميوم الال موجة بثلاثة اذا ال Na ويما تتفاعل ويه الاي اال موجة بثلاثة عيون الاليميوم لتكوين راسب ابيض جلاتين هو هيدروكسيد الاليميوم كما في المعادلة الاتية هذه المعادلة ماتة في اننا نستخدم هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم ويما ويه الاي اال سوف ان تكون لي A of VLOH هدا موجب هدا سالب هدا موجب اذا تكون لي A of OH By 3 هدا شنو راسب جلاتيني ابيض راسب جلاتيني ابيض طلاب الراسب سهم لي جوا زائدا شنو زائدا شيبقالي ويبقالي مع H2O H2O زيان خلني جاء الموازنة مع المعادلات شوفوا هنا الو H اشف الفيض يبقالي NA اهنا الو H اشقلت ثلاثة حتى توازنة لابد التضربها في ثلاثة عفوا عفوا لا هي ثلاثة حتى توازنها هي تضربة في ثلاثة جم من بربطة في ثلاثة نا هو واحد لازم تضربة في ثلاثة إذن توازنت المعادلة على اليدو براسة بالالوه باي ثري عندما تضاف إليه زيادة من هيدروكسيد الصوديوم ليش؟ بسبب تكون ألومينيات الصوديوم الدعبة على اليدو براسة بالالوه باي ثري عند ضافة الحامض عليه بسبب السلوك الإنفوتيري لهيدروكسيد الألميوم السلوك الإنفوتيري قلنا يستك مع الحامض والقواعد اوكي؟ نحن نكون وصلنا إلى نهاية الفصل تضروني المحاضرة الجديدة رح نحل أسئلة الفصل أكتقيكم في محاضرة جديدة مع السلامة